ونحن نحتفل في أيام الميلاد سواء هذا الشهر أو الشهر القادم في شيء حدث أمر محزن مؤسف للغاية في الكنيسة البطرسية في القاهرة بمصر حادث فاجع مؤلم جدا راح ضحياء أكثر من 25 أو 26 شخص وطبعا جرح كثيرون أكثر من 40 شخص وكثير منهم في حالة صعبة جدا وكثير من الناس بتتساءل يعني شو الهدف من هذا الموضوع ليه بيحدث في هذه الأيام من هو وراء هذا الموضوع راح نتكلم عن هذا الموضوع طبعا إحنا بما أنه في أيام الميلاد خلال هذا الشهر بنحتفل في عيد الميلاد وحديثنا في هذه الحلقة عن يسوع الملك طبعا لابد أنه ما نتغاضى عن الأمور اللي عم بتسير حاليا في مصر في كثير ناس في حالة غاضبة جدا تريد العدل ويوجد أيضا كثيرون الذين يأخذون هذا الموقف أنه الله سيحول كل الأمور للخير بيعتبروها كأنه عرص السماء حدثت هذه الفاجعة في الكنيسة البطرسية دخل شخص مخرب إرهابي وطبعا نسف نفسه ونسف أبرياء كثيرون وللأسف إذا منقرأ على السيطات اللي منشوف اللي بتمدح هذا الأمر من تهنئة وزغريت وكأنه عمل بطولة أنه يقتل نساء وأطفال في اسم الدين ويقتبس آيات دينية في هذا الموضوع غير عالم أنه طبعا نهايته وكل شخص يقوم بهذا العمل الإرهابي الهلاك إلى أبد الآبدين كما يقول الكتاب المقدس